كميات ضخمة من الدولارات مصدرها غير متوقعة تصل لخزينة المصرف المركزي لتحدث تأثيراً مفاجئاً على قيمة الليرة السورية ما القصة؟ مصادر اقتصاد سورية كشفت تفاصيل مفاجئة تخص الاقتصاد السوري والتطورات التي حدثت خلال الفترة الماضية حيث أكدوا على أن مصرف سوريا المركزي يحاول مؤخراً تثبيت سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية من خلال اتباع طرق غير تقليدية تحافظ على قيمة العملة المحلية وتمنع استمرار تدهورها أمام العملات الأجنبية وضمن هذا السياق كشف خبير عن معلومات مفاجئة حيث قال إن مصرف سوريا المركزي شهد مؤخراً دخول كميات كبيرة من الدولار من عدة مصادر مختلفة ما زود خزينة المصرف بالقطع الأجنبي التي جعلته مستعداً للتدخل في السوق وتثبيت سعر صرف الدولار وبحسب الخبير فإنه منذ دخول تلك الكميات الضخمة من الدولارات إلى سوريا تأثر سعر صرف الليرة السورية حيث شهد تحسناً إضافياً أمام كافة العملات الأجنبية والعربية وذلك في النشرات اليومية وأوضح الخبير أن ذلك حدث بعد ما قام مصرف سوريا المركزي بتثبيت أقدامه في السوق من خلال الدفع بكمية من الدولارات بنسبة معينة جعلت العملة السورية تندفع إلى الأمام مجدداً وحول مصدري تلك الأموال الضخمة فأشار المصدر إلى أن المصرف المركزي يعتمد مؤخراً على ثلاثة مصادر للحصول منهم على كميات كبيرة من القطع الأجنبي لتساعده على سحب البساط من السوق السوداء والتحكم في سعر صرف الدولار أول تلك المصادر التي يعتمد عليها هي الدول المجاورة حيث يقوم المصرف المركزي مؤخراً باستقطاب تلك الأموال الأجنبية من لبنان والعراق وبمساعدة من بعض الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع سوريا مؤخراً ويتمثل المصدر الثاني في مصادرة أموال الشركات الكبرى والمحال التجارية بمبرر أنها تتعامل بالدولار وهو أمر غير مسموح به قانونياً ويعتبر هذا المصدر من أهم المصادر التي تزود خزينة المصرف بكميات جيدة من الدولار شهرياً أما المصدر الثالث فيتمثل في الحوالات الخارجية التي تكون بالقطع الأجنبي وتصل إلى سوريا بشكل يومي حيث يقوم المصرف بسحب تلك الدولارات من السوق السوداء يومياً عن طريق أتباع له وبحسب التقارير فإن تلك الدولارات الضخمة التي تصل إلى مصرف سوريا المركزي في الآونة الأخيرة جعلته يرمم بعضاً من مخزونه الاحتياطي الأمر الذي مهد له الطريقة للتدخل في السوق لإعادة التوازن بين العرض والطلب على الدولار ذلك الأمر الذي من شأنه تثبيت سعر الصرف والحفاظ على قيمة العملة المحلية عند مستويات محددة ترجمة نانسي قنقر